اشتركوا في القناة تتغير فترة حياة الزبرا بناء على العوامل البيئية التي تحيط بالطائر بينما يكون متوسط عمره حين يعيش في الطبيعة خمسة سنوات تقريبا وبينما متوسط عمره حين يعيش خارج الطبيعة من ثمانية إلى تسعة أو عشر سنوات تقريبا ويتغذى طائر الزبرا مثله كمثل الكثير من العصافير فهو يعتمد على الحبوب كالغذاء الأساسي له ومن أهم أنواع الحبوب الأساسية هي حبوب الدخن لأنه قد استطاع التأقلم على تقشير هذه الحبوب كما يفضل بذور الدخن عن غيرها نعم هذا صحيح ولكنه قد يأكل أنواع بذور أخرى أيضا وهو طائر مثله كمثل معظم الطيور التي تتم تربيتها في أقفاص داخل المنزل فهي تأكل وجبة البيض كما أن عصافير الزبرا طيور شارسة بسبب تحركها الكثير والمستمر في المكان وتتسبب بحدوث الفوضى وتبعثر البذور في كل مكان طبعا قيامها بهذا السلوك أيضا في الطبيعة لأنه يساعد في نشر بذور النباتات في أماكن كثيرة كي تنبت مجددا في هذا المكان وتوفير المياه النظيفة مهم جدا لحياة هذا الطائر ولذلك لأن الماء كما تعرفون أحبتي في الله هو عنصر أساسي لكل كائن حي يعيش على هذه الأرض أما عن تزاوج هذه الطيور الصغيرة الحجم ألا وهي عصافير الزبرا عندما يتم وضع الزكر في عش كانت به الأنثى يجب إزالة العش من القفص قبل وضع الزكر في المكان بينما من الممكن وضع أنثى في قفص به عش الزكر لأنه لا يتزاوج هذا الطائر بسهولة ويجب عند وضع الزكر والأنثى للتزاوج والتأكد من عدم تعارقهما في البداية يجب أن تتوفر الركاز أو المجثمات الغير ملسة أو الغير ناعمة حتى تتم عملية التلقيح بنجاح إن شاء الله ولا بد أن يكون عند الأنثى ذكر متوافق محق قبل أسبوعين من وضع حال البيضة الأولى وإلا فلن يكون البيض مخصما إذا لم يتعارك الذكر والأنثى في البداية فعلى الأرجح أنهما سوف يتوافقان سريعا ومن الممكن أن يحتاجا شهرين لتوافقا لكن في حال لم يتوافقا خلال ثلاثة أشهر فمن الأفضل فصلهما عن بعضهم البعض ومن المفضل أن يتم وضع الزوجين الجديدين في القفص دون عش لأسبوعين ويحتاج بيض الزبرة من أسبوعين إلى ثلاث أسابيع حتى يفقص وفي حال لم يفقص بعد مضي واحد وعشرين يوما فهذا يدل على أن البيض غير ملقح ولكن في حال تكرر البيض الغير مخصب فمن الأفضل فصل الذكر والأنثى وتغيير كل منهما بزوج جديد ويجب أن لا يعطى الطائر الكثير من مواد التعشيش التي يصنع بها عشه حتى لا تقع الفراخ قبل وقت خروجها من العش ويتم إبعاد أو عزل الفراخ عن أبويهما عندما يصبح لون المنقار الأسود ومشحا باللون الكريمي بمقدار الربع الأول لطول المنقار وإلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو ولا تنسوا المشاركة لتعام الفائدة على الجميع وبارك الله فيكم وجزاكم الله عني خير الجزاء ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو تأكيدا لدعمكم لنا لرفع المزيد ولا تنسوا أخواني الكرام الاشتراك بالقناة مع تفعيل جرس إشعارات القناة حتى يصل إليكم جديدنا في كل ما يخص تربية طيور الزيبرا فينيش ولا تنسوا الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك وجميع الروابط الخاصة بالتواصل معنا في الوصف أسفل الفيديو ولمن لديه أي سؤال أو استفسار يمكنه وضعه في التعليقات أسفل الفيديو وإن شاء الله سوف يتم الرد عليكم سريعا ولا تنسونا من صالح دعائكم دمتم في حفظ الله تعالى ورعايته وشكرا لكم لحسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته